اشتركوا في القناة ضد ايران عون يؤكد ان الحرير يصل السبت الى باريس قبل عودته الى بيروت لبت الاستقالة وباسيل يحذر من تداعيات اي اعتداء على لبنان وزير الخارجي السعودي يعلن تشاور مع حلفاء الرياض حول آليات سيتم استخدامها ضد حزب الله اللواء قاسم سليمان يزور محاور المقاومة في البوكمال ويتطلع على سير العمليات في المدينة الامم المتحدة تحذر اكثر من مليوني يمني عرضة للموت جوعا اذا تواصل الحصار على اليمن السودان واثيوبيا يرفضان تقريرا فرنسيا عن عكاسات سد النهضة على حصة مصر والقاهرة تعتبر مياه النيل في صلب امنها القوم مرحبا بكم نشر موقع الاف السعودي مقابلة حصرية هي الاولى لرئيس الاركان الاسرائيلي جادي ايزنكوت مع وسيلة اعلامية عربية واشدد فيها ايزنكوت على ان للسعودية واسرائيل مصالح مشتركة ضد التعامل مع ايران وقال هناك توافق تام مع السعودية التي لم تكن يوما من الايام عدوة لنا كما لم تقاتلنا ولم نقاتلها وخصوصا فيما يتعلق بايران وضرورة مواجهتها في المنطقة واكد استعداد اسرائيل لتبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية لمواجهة ايران وفي مقابلته مع الموقع السعودي وصف ايزنكوت الوضع في لبنان بالمعقد قائلا ان استقالة الحريري من الرياض كانت مفاجئة واعلن ان لا نية بمهاجمة حزب الله في لبنان لكن اسرائيل لن تقبل بأي تهديد استراتيجي لها وفيما يتعلق بالوضع السوري بالتموضع الايراني في سوريا بشكل عام وبالاخص غرب طريق دمشق السويداء علقت قناة كان الاسرائيلية على مقابلة ايزنكوتف مع صحيفة الاف السعودية قائلة ان اهميتها ليست في المضمون انما في التوقيت تحت عنوان اقامة ائتلاف سعودي اسرائيلي ضد ايران كذلك شدد محلل شؤون العربية في القناة العاشرة الاسرائيلية على اهمية المقابلة في هذا التوقيت في ظل وحدة المصالح بين السعودية واسرائيل ضد ايران نلقوف على هذه المقابلة السابقة مع الاعلام العربي وتحديدا السعودي انضم الينا هنا في الستوديو المختص في شؤون الاسرائيلية دكتور عباس اسماعيل مرحبا بكم دكتور اذا هي السابقة لماذا قررت ايزنكوت تحديدا ان اجري هذه المقابلة وبهذا التوقيت الذي ايضا اشار اليه الاعلام الاسرائيلي إن واضح كما تفضلت ان هذه المقابلة هي تعد سابقة باعتبار انها الاولى التي يجريها رئيس اركان اسرائيلي جيش الاسرائيلي هو في قيد في الخدمة الفعلية مع وسيلة اعلامية عربية ولسيما اننا نتحدث عن وسيلة اعلامية لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية معلنة مع اسرائيل السؤال الذي يطرح او تفضلت به هو لماذا التوقيت الان هذا كان او حاول العديد من المعلقين الاسرائيلي ان يجيبوا ان يجيبوا عليه هذا له علاقة بشكل واضح اولا وهو يعكس الارتقاء في العلاقة ما بين السعودية واسرائيل وهذا ممكن ان نستشفه من خلال شكل المقابلة وتوقيتها ومضمونها شكل المقابلة باي معنى؟ شكل المقابلة اول بمعنى انها ان شخصية عسكرية اسرائيلية ليس سياسية تتحدث عن علاقات وعادة يعني يمتنع عن اعطاء اللقاءات او المقابلات الحصرية حتى تحديدا ايزنكور ان تقوم شخصية هي شخصية الاعلى في السلك العسكري في اسرائيل بان تجري مقابلة مع وسيلة اعلامية عربية هي السعودية هذا بحذة هو مفارخة من الزاويتين من زاوية الاعلام العربي السعودي ومن زاوية ايضا الداخل الاسرائيلي واذا كنا نحن نتحدث عن شخصية عسكرية بهذا المستوى ليس الجديد فان هناك في اسرائيل ما ينتحدث عن علاقات مع السعودية ولكن الجديد ان تنطط المسألة الى المستوى العسكري هذا يدل على مستوى الاطمئنان الذي بات موجودا عند صناع القرار في اسرائيل باعتبار انهم لم يعتقدون بانه يمكن احراج السعودية بشيء بحيث انه توصل الامور الى مرحلة ان رئيس الاركان الاسرائيلي يتحدث عن السعودية بما تحدث وعندما يكون رئيس الاركان هو الذي يتحدث بطبيعة الحال هو لا يعقس الجانب السياسي من العلاقات انما يعقس الجانب العسكري والامني لانه بحكم بحكم وظيفته هو لا يتطرق العلاقات السياسية انا يتطرق العلاقات العسكرية والابنية هذا من حيث الشكل ولكن من حيث التوقيت نحن الكل يعرف المنطقة في اي ظرف تمور الخطاب السعودي ضد حزب الله وايران الحديث عن تطابق المصالح الى ما هنالك حتى هذه المسألة الحديث عن تطابق المصالح من حيث التوقيت الكل في السيء يتحدث نتنياهو نفسه يوم الاحد الماضي في الكنيسة عندما كان يتعرض لمسائلة من قبل اعضاء الكنيسة قال نحن والدول العربية كتفا الى كتف في مواجهة ايران مع ما لهذا الكلام من مضمون بالمعنى السياسي لا يوجد جديد منذ عامين واسرائيل تقرر هذه المعذوف ولكن بالمعنى العسكري هذا يعني ان العلاقات هناك اعتراف ضمني بان العلاقات غير محصورة على مستوى العلاقات السياسية انما هناك علاقات عسكرية وامنية لا بل ان بعض المعلقين في اسرائيل قالوا عندما يتحدث ايزنكوت ويقول قالوا قبل قليل عندما يقول ايزنكوت بان اسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات والخبرات مع الدول العربية هذا يعني ان التبادل قائم يعني تقول ان الارتقاء بالعلاقة بين تل ابيب والرياض وخصوصا انا كنت اركز على هذه النقطة ما له علاقة بتبادل المعلومات الاستخبارية عن ماذا نتحدث بالشكل اذا كان في رسائل لها مضمون سياسي ودبلوماسي هذا ليس بجديد ما يحمله بالابعاد العسكرية هذا يجب ان نقف عنده ما المروحة او دائرة نتحدث عنها حقيقة الموضوع لا يحتاج الى تحليل وكثير من الخبرة لان الاعلام الاسرائيلي والمسؤولين الاسرائيليين يعني يقدمون العاون كثيرا في تبسيط هذا الموضوع الحديث في اسرائيل بشكل واضح وصريح انه ان اسرائيل والسعودية لم يعودوا اعداء وانهم ايزنكوت قال اصلا لم يكونوا اعداء ولكن انهم لم يعودوا اعداء وهم حلفاء وانه هناك تطابق في الرؤية وفي المصالح وفي الاستراتيجية مقابل محور المقاومة وهو يتم تحديده من ايران الى لبنان وصولا الى قطاع غزة اذا عندما يحصل تبادل في المعلومات هو في طبيعة الحال يتم تبادل في المعلومات فيما يعتبرونه تهديدا مشتركا والتهديد المشترك هو ايران وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية وحتى ايزن كنت في المقابلة التي تعجرها مع إلاف أشار إلى هذا الموضوع بأن إسرائيل ما تبادل المعلومات بأي اتجاه يعني ما الذي تستطيع إسرائيل أن تقدمه للمملكة العربية وكيف ستستثمره المملكة العربية أو العكس في المعلومات الاستخباراتية لا نسأل أن السعودية تخوض مواجهة مع محور المقاومة على امتداد العالم العربي وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وهي بحاجة في هذه وهي تعتبر بأن ايران تمد نفوذها في كل هذه المنطقة السعودية في حربها هذه بحاجة إلى معلومات استخبارية وإسرائيل بحكم قدراتها وإمكانياتها لديها الإمكانية بأن توفر معلومات استخبارية وبغض النظر كانت هذه المعلومات أمينة أو غير أمينة موثوقة أو غير موثوقة ولكن القدرات التقنية والاستخبارية والفنية الموجودة عند إسرائيل في مجال جمع المعلومات غير متوفرة عند الدول العربية وهذا موضوع محسوم وبالتالي يمكن للإسرائيل أن تقدم معلومات أمنية للسعودية في كل ما تحتاجه وفي أي ساحة من الساحات سواء عبر جمع المعلومات بطرق فنية أو بطرق بشرية أكثر من ذلك أين سيتم استثمار ذلك إذا كنا نتحدث بالفعل سواء كانت صادقة المعلومات أو يمكن أن يعتد بها أولاء التي تمتلكها إسرائيل حول محور المقاومة أين وكيف ستستثمرها مملكة العربية السعودية يعني أعطيكي مثل بسيط في الساحة السورية ألم يكن يتم هناك توظيف للمعلومات الاستخبارية الإسرائيلية في دعم جماعات المعارضة في مواجهة النظام السوري والجيش السوري وحلفائه هذا حصل ومعروف في ساحات أخرى يمكن للإسرائيل أن توفر هذا الموضوع معروف أن المثاد الإسرائيلي منذ أيام شهرون كرس جهدا كبيرا جدا لمحاربة إيران والمشروع النووي الإيراني هذه المعلومات التي تجمعها إسرائيل كلها لا ضير عند إسرائيل أن تقدم هذه المعلومات لأي دولة عربية طالما تخدم مصالح إسرائيل ونحن هنا في هذا المجال ممكن أن نلاحظ أن إسرائيل مستعدة للتعاون وتقديم المساعدة وإلى ما هناك بشرط أن لا تكون هي من يدفع السمن لذلك ممكن أن نلحظ هنا التناقض مما بين الاستعداد الإسرائيلي تقديم المساعدة الاستخبارية والأمنية والسياسية والدبلوماسية تذكرين الوثيقة والدعمة على وزارة خارجية الإسرائيلية للقيام بحملة تدعم السعودية ضد حزب الله وإيران إسرائيل لا توفر جهدا ولا تألو جهدا في أصلاب diversity تعتبر هذه المعركة معركتها هي تعتبر المعركة ضد إيران ضد محاول المقاومة هي معركتها ويتعتبر أن هي من يوظف السعودية والدول الأخرى فيه معركتها ضد إيران وضد حزب الله وليس العكس وبالتالي إذا كان المساعدة الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية لهذه الدول العربية. هي في الدرجة تخدم المصالح الإسرائيلية. وتؤجج الصراع أكثر بين السعودية وبين إيران وبين حزو الله. فما المانع في أن إسرائيل تقوم في ذلك؟ وهي تدعب أن لديها القدرات. لديها المعلومات ولديها الإمكانيات. وإسرائيل من الدول التي لديها باع في هذا الموضوع. ولديها قدرات. وتعمل على هذا الموضوع باعتبارها في مواجهة مفتوحة مع محور المقاومة منذ عشرات السنين. إذا أردنا أن نوصف الآن في الإعلام الإسرائيلي أو حتى كيف ربما الشارع الإسرائيلي يستقبل مثل هكذا مقابلة. أين يضعون العلاقة الآن بين تل أبيب والرياض؟ الحديث في إسرائيل أن العلاقة بين إسرائيل وبين السعودية هي علاقة التحالف. هي أشبه بالزواج السري. الذي فقط ينتظر إعلان إعلانه أمام الملأ. وهذا الحديث في إسرائيل منذ فترة طويلة. ومؤشرات هذه العلاقة السرية الإسرائيليون باستمرار يرمون هذه المؤشرات أكثر فأكثر لإحراج الطرف الآخر عسى أن تأتي لحظة معينة وهذه العلاقة تصبح علنية. هذا الذي يتابع التعاطي الإسرائيلي مع هذه العلاقة يلاحظ كيف هناك تدرج في كل فترة الإسرائيل تزيد من مستوى علنية هذه العلاقة مقابل الصمت السعودي. ولكن أن يأتي الآن رئيس أركان إسرائيلي أمام وسيلة إعلامية سعودية ويقوم أمام وسيلة إعلامية أخرى. ويقول السعودية لم تكن عدوة وليست عدوة. ونحن والسعودية تطابق مصالح. وعندما يقول هذه وسيلة إعلامية السعودية. وتقوم هذه الوسيلة الإعلامية السعودية. بنشر هذا. ولا أحد يمكن أن يعتقد بأن هذه المقابلة لم تقضع لاجتزاء أو لمراقبة إلى ما هناك. هذا الموقف عندما نزل في هذه الوسيلة الإعلامية السعودية هو من الطبيعة الإفتراض أنه نازل بعلم ومعرفة وموافقة أجهات المسؤولة عن هذه الوسيلة الإعلامية. ونحن نتحدث عن السعودية وليس عن السويسرا. وبالتالي واضح أن التوجيه يكون تام وكامل. في السعودية من المراقبة ووضع اليد والاهتمام بكل التفاصيل وتحديدا في الجانب الإعلامي مع التعاطي ما له علاقة بأكثر من شيء يهمه المملكة بهذا التوقيت. سنتوسع بذلك بكل الأحوال. دكتور في مسائية الليلة سنكتفي بهذا كم من المعلومات والوقوف عند هذا الحدث. دكتور عباس اسماعيل المختص في شؤون الإسرائيلية. وضفنا هنا في الستوديو. شكرا جزيلا لك. نقلت تساءل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في حركة فتح بنود خطة أمريكية. عرضها المبعوث الأمريكي الخاص جارد كوشنر على الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. الخطة تضمن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تحت مظلة إقليمية. وفي موازاتها محادثات حول التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية. مسدراني. خطة أمريكية جديدة يقول راسموها أن الهدف منها إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية ونشرها مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي. الخطة التي أعدها المبعوث الأمريكي الخاص جارد كوشنر عرضها على الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته السرية للرياض قبل أسبوع من زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكان الهدف عرضها على الأخير وتحصيل موافقته تمهيدا لاستناف المفاوضات مع إسرائيل في إطار مؤتمر إقليمي. ورغم أن مقربين من عباس نفوا هذا الأمر إلا أن مسؤولين في حركة فتح كشفوا بالفعل تفاصيل الخطة الأمريكية وتتضمن أربعة عناصر. أولا إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تحت مظلة إقليمية بالتوازي مع تطبيع كامل بين الطرفين. ثانيا إبقاء الجيش الإسرائيلي منتشرا على امتداد غور الأردن وتأجيل المفاوضات بشأن مستقبل القدس إلى وقت لاحق. ثالثا تسلم إسرائيل مناطق إضافية للفلسطينيين في الضفة الغربية من مناطق سي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية وتحولها إلى مناطق أي التي تملك فيها السلطة الفلسطينية غالبية الصلاحيات السيادية. رابعا حصول السلطة الفلسطينية على مساعدات اقتصادية سخية من الإدارة الأمريكية. وأضفت المصادر أن عباس تعرض لموجة ضغوط شديدة تضمنت التلميحة بإلغاء المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية. مقابل دعم قصمه السياسي محمد دحلان. فيما ذكرت المصادر أن عباس رفض التعهد بقبول مبادئ الخطة الأمريكية الجديدة مؤكدا التزامه بالخطوط الحمراء الفلسطينية. رغم التسريبات وتكهنات بشأن طبيعة الخطة الأمريكية إلا أنه لأحد من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين يعرف كل التفاصيل على نحو دقيق باستثناء أمر واحد. هو أن خطة ترامب باتت قاب قوسين أو أدنى من طرحها على طاولة البحث. أعلنت حركة حماس أن جهاز المصادر الإسرائيلي هو الذي يقف وراء اغتيال المهندس محمد زواري في تونس العام الماضي. الحركة أعلنت من بيروت نتيجة تحقيقها مشيرة إلى أنها تسعى إلى محاصرة الاحتلال على المستويات كفة. أكد تحقيق حركة حماس المؤكد المصاد الإسرائيلي اغتال الشهيد محمد زواري. تأكد لنا بشكل مقاطع أن الجهة المسؤولة عن الاغتيال هي جهاز الاستخبارات الإسرائيلية المصاد. خطة معقدة نسج خيوطها المصاد ليصل إلى زواري الذي عاد عام 2011 إلى بلاده تونس. عمليات الاغتيال مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى جمع معلومات أولية عن الشهيد. جاءت المرحلة الثانية الاقتراب أكثر من الشهيد وتحديد نقطة الاشتباك معه من خلال صحفية. الآن المرحلة الثالثة جمع المعلومات للتنفيذ. أنتم تعرفوا أنه عادة بيكون بعد المعلومات في مرحلة ثانية للتنفيذ. بعدين تيجي التنفيذ. أرادت حماس وضع النقاط على الحروف وإزالة الضباب الذي عادة ما يحيط بعمليات اغتيال مماثلة. فإسرائيل تذهب إلى مناطق تحترم المقاومة سيادتها كما أكد النزال. وهي لم توفر فرصة إلا واغتالت أحد قادة المقاومة على مختلف انتماءاتهم منذ أبو جهاد ورفيقيه أبو إياد وأبو الهول مرورا بفتح الشقاقي وعماد مغني وصولا إلى محمود المبحوح ومحمد زواري. الفائدة هو تحميل الاحتلال الصهيوني المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة والتوجيه رسالة واضحة بأن نحن لم نتخلى عن هؤلاء الشهداء وأننا نلاحق هذا الموضوع على جميع المستويات وبأننا لدينا الجاهزية الكاملة من أجل متابعة مثل هذه الأعمال. اختارت حماس بيروت للإعلان عن نتائج تحقيقها فزواري أغتيل في الخارج. بالتفصيل كشفت حركة حماس عن الجهة التي اغتالت الشهيد الزواري لتنتقل بذلك من الاتهام السياسي إلى الاتهام المباشر. تهدف من خلال هذا التحقيق إلى محاصرة الاحتلال علها تمنعه في المستقبل من تنفيذ عمليات اغتيال أخرى. من العاصمة اللبنانية بيروت عبد الرحمن عز الدين الميادين أكد رئيس اللبناني ميشيل عون أن رئيس الحكومة صعد الحريري سيصل السبت إلى باريس مع عائلته. حيث يمضي أياماً معدودات قبل العودة إلى بيروت للبت في مسألة الاستقالة. مصادر الميادين في فرنسا أفادت بأن الحريري سيمكث هناك يومين أو ثلاثة ويصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل. أحمد عبد الله هدأت أجواء قصر بعبدة وتراجعت حدة التصعيد. ارتياح طبع تصريحات الرئيس ميشيل عون بعد قبول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوة فرنسا تطور يأمل عون أن يمثل مدخلاً لحل الأزمة. قبل الدعوة الرئيس الحريري تطور على أسرة ويذهب على فرنسا. فإن شاء الله الدعوة تتم بخير ونكون من هنا الأزمة الحلية. عون أكد أنه سينتظر مجيء الرئيس الحريري إلى بيروت للبحث معه في مسألة الاستقالة التي لم تقبل حتى الآن. وشدد على أن للجنان كرمته وسيادته واستقلاله وهي معايير فوق كل اعتبار. نحن عندنا كرامة وعننا سيادتنا وعننا استقللنا ما من يقبل ينمس فيهم. إذا في ناس عندهم مصالح ونحن يخافوا عن مصالحهم نحن منخاف على كرامتنا وعا استقللنا وعا سيادتنا فوق كل المصلحة. ورغم الأجواء الإيجابية جدد عوني التأكيد بأن الأسلوب الذي استخدم مع الحريري غير مقبول وما جرى له لم يحترم القواعد الدولية. عين بعبدة على فرنسا وهي الوجهة المقبلة للحريري. وبالانتظار ترقب يسود الحركة السياسية التي لم تتوقف إن عكس هدوءا وتريثا في المواقف. إلى السعودية حمل وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان الدعوة الفرنسية. الأزمة اللبنانية كانت محور محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أما لقاءه بالحريري فقد تم خلاله الاتفاق على زيارة العاصمة الفرنسية قريبا من دون تحديد موعد دقيق لذلك. وبموازات الحراك الفرنسي وصل وزير الخارجية اللبناني شبران باسيل جولته الخارجية. وأكد من ألمانيا أن أي اعتداء سياسي خارجي على لبنان سيعطي نتائج عكسية تضر بالمنطقة. نحن نرفض أي دولة أن تتعاطى بشؤوننا الداخلية. ويجب أن نعتاد كلبنانيين وأن يعتاد علينا المجتمع الدولي بأننا دولة حرة سيدة مستقلة تأخذ قراراتها بذاتها لمصلحة شعبها. أسبوعان تقريبا مضياء على استقالة الحريري والرهان على أن تحمل الأيام القليلة المقبلة نهاية للأزمة. أعلن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن المملكة تتشاور مع حلفائها حول الآليات التي سيتم استخدامها ضد حزب الله. لفتا إلى أن السعودية عبر خطواتها تؤكد لإيران أن الكيلة طفح. كذلك قال الجبير أن سلاح حزب الله غير شرعي ويجب نزعه لأنه يتسبب بمشاكل في لبنان والمنطقة وفق تعبيره. إذا استطاعت لبنان تحجم دور حزب الله فاللبنان يكون بخير. لكن إذا حزب الله استمر على هذا السياسة وهذا النهج فهذا يجعل لبنان أن يستمر بعدم الاستقرار ويجعل الوضع خطر في لبنان. هناك إجماع في العالم أن حزب الله يجب أن يتم التعامل معه بوسيلة وأخرى. وهناك إجماع في العالم وشبه إجماع في العالم بأن حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول وأنه يجب عليها أن تحترم القوانين ويجب عليها أن تحترم سيادة لبنان. يجب عليها أن تحترم اتفاقية الطائف ويجب عليها أن تنزع السلاح. لا يجوز لميليشيا أن تمتلك سلاح وهي خارج عن سلطة الدولة. الجبير قال أن رئيس مجلسي الوزراء اللبناني سعد الحريري موجود في السعودية بإرادته. وهو حر الحركة ويمكنه أن يعود إلى لبنان وقت يشاء. الرئيس الحريري عايش في أم الكربية السعودية بإرادته وهو قدم استخالته وفيما يتعلق بعودته للبنان هذا أمر يعود له ويعود لتقييم الأوضاع الأمنية وهو اللي يتقد هذه القرارات. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروعي قرارين أمريكي وروسي لتمديد مهمة فريق التحقيق الأممي بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا لمدة سنة. دبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا أن المشروع الأمريكي ينص على تمديد مهمة الفريق كما هي. فيما ينص الروسي على إعادة النظر في تفويد لجنة وتجميد نتائج عملها وعودة محققها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية. وزير الخارجي روسي سيرغي لفروف قال أن لا فرصة لتبني مشروع القرار الأمريكي حول تمديد بعثة التحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا. وأكد أن المشروع غير مقبول. لفروف وصف بالسخيفة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بأن الوجودة الأمريكي في سوريا هو على أساس قرار مجلس الأمن. وأكد أن الإجابة الأمريكية عن استفسارات روسيا بهذا الخصوص كانت غير واضحة ما يثبت سخافة هذه التصريحات. معنا من نيويورك مراسل ميدي نزار عبود نزار. إذن نحن أمام مشروعين قرارين أمريكي وروسي. كيف تتوزع الآراء في الأمم المتحدة قبيل التصويت في مجلس الأمن؟ أصعد الله وقواتكم. طبعا هذه القرارات أو المشروعين قرارات لا يزال خاضعين للتداول والتعديلات. هناك مشاورات تجري حتى في هذه اللحظات قبل ساعات من النعقاد بالجلسة التي ستعقد بالساعة العاشرة بتوقيت بيروت إذا تسنى ذلك. ربما تتأخر عن هذا الموعد هناك طبعا خلاف كبير حول الجهتين. عبر عنه مندوب فرنسا حين قال إن عدم إقرار التمديد يعني تقويض عملية التفتيش وتقويض اتفاقية الأسلحة الكيميائية العالمية. وبالتالي يكون مجلس أمن دولي قد أطلق النار على قدمه كما وصفها. بالتالي هناك فشاعم حيال الجلسة وحيال الخروج بقرار على أرجح أن يفشل الجلسة لأن الخلاف كبير بين روسيا والولايات المتحدة لم تكتفي الولايات المتحدة والدول الغربية بتبني التقرير الذي وصفته روسيا بأنه غير مهني. بل أيضا ضمته إلى قرار صدر عن الجمعية العامة قبل أيام يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا ويتعلق بحقوق الإنسان في سوريا. وقال أدانا استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية. وبالتالي كأن ذلك اعتبر مفروغا منه. وفي ذلك تجاوز كبير إلى التقارير والإفادات الفنية العالية المهنية التي قدمتها روسيا وسوريا. والتي تنقض كل المزاعم التي جاءت في ذلك التقارير. نحن الآن أمام أي مشهد. عادة عندما يكون هناك نتحدث عن مشروعين لقرارين مقدمين. كيف يتم العمل؟ يتم وصوله إلى صيغة لمشروع قرار واحد ومن ثم يتم التصويت عليه؟ أم أنه سيذهب كل من روسيا وأمريكا كل منهما مع مشروعه؟ هذا يتوقف على سير المشاورات الجارية حاليا قبل ساعتين من الجلسة. ربما يطرح المشروع الروسي للتصويت وينال ويفشل. وربما يطرح المشروع الأمريكي ويواجه بالبيتو الروسي وغير الروسي. وبالتالي المسائل المرحن التوافق. إذا لم يحصل التوافق في الساعتين المقبلتين. بالطبع هناك تصويت على مشروعين مختلفين والمشروعين سيفدان. وبالتالي تصبح عالية التحقيق المشتركة في حكم المنتهية. بدون قرار من مجلس الأمن الدولي لا يمكن تجديد لها. هذه تعتبر حصلت قبل ذلك أن يكون عن نفس الموضوع. هنا تحدث عن مشروعين قرارين ويتم التصويت عليهم بمجلس الأمن ويستخدم الفيتو في كل طرف مقابل الآخر. ربما لا تحتاج الروس المتحدة لإستخدام فيتو. إذا كان لديها أغلبية تسعة أصوات فهي لا تحتاج لأن تستخدم الفيتو ضد المشروع الروسي. الروسي لا تحصل تسعة أصوات. بالتالي يسقط المشروع تلقائيا. كذلك بالنسبة للمشروع الأمريكي هناك على الأقل أربعة أصوات في مجلس الأمن الدولي ضد المشروع الأمريكي. بالتالي من المتوقع أن يكون هناك فيتو على المشروع الأمريكي. وأيضا المشروع الروسي ربما لا يطع على التصويت إذا لم يضمن تسعة أصوات. شكرا جزيلا لك نزار عبد مراسل ميدين. كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. يوقد اجتماع قمة بين زعماء تركيا وروسيا وإيران. بخصوص الأزمة السورية في سوتي. في 22 من الشهر الحالي. وفق ما أفادت به قناة نتي في التركية. أكدت القناة أن الرئيس التركي سيزور سوتي الأربعاء المقبل. ليلتقي نظيريه الروسي والإيراني. لبحث سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا. تكتسب معركة البوكمال أهمية استراتيجية وعسكرية. كونها أخر معارك الجيش وحلفائه ضد داعش في الشرق السوري. كما أن السيطرة على المدينة تفشل المخططات الأمريكية الترامية إلى أبعاد الدولة السورية عن المعابر الحدودية الرسمية مع العراق. رضا الباشا. معركة البوكمال. آخر المعارك مع داعش في سوريا والعراق. وأم المعارك في مواجهة أمريكا في الشرق السوري. صورة تختصر المشهد قرب الحدود. معركة محور المقاومة مجتمعا للقضاء على داعش في آخر معاقله. الدعم الأمريكي لداعش تجلى بالتشويش على اتصالات ومسار الطائرات الحربية للجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة. للحد من تقدم القوات السورية وحلفائها. دخل واشنطن على خط المعارك. تجلى أيضا بفتح الطرقات أمام انسحاب جرح داعش إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقية نهر الفرد. قصف القاذفات الاستراتيجية الروسية لمقار مسلحي البغداد في البوكمال يستكمل بإغلاق طرق الوصول إليها أمام مسلحي التنظيم. من الشرق تقدم الجيش السوري وحلفائه انطلاقا من المسعودية. فسيطر على قرية سويح ليدخل الجهة الشرقية بعد فشل داعش في عرقلة تقدم القوات. جنوبا شكلت المحطة الثانية نقطة انطلاق للجيش واللجان الشعبية. تمهيد ناري وقصف مدفعي عنيف. أما ناغطاء مكن القوات من الوصول إلى مشارف الأحياء الجنوبية للمدينة. ومن حوض الفرات غربا على امتداد الطريق الدولية بات الجيش وحلفائه من المقاومة يسيطرون على أجزاء كبيرة من قرية السكرية. المتداخل عمرانيا مع البوكمال. السيطرة على الجهات الثلاث تركت لداعش المعبر النهري كطريق تواصل وحيد يوصله إلى شرقي الفرات. ومناطق سيطرة قصد المدعومة أمريكيا. أهمية المدينة الحدودية تبرر قسوة المعارك فيها. بخسارتها يكون داعش قد فقد آخر معقل له في سوريا والعراق. كما يكون الجيش وحلفائه من محور المقاومة. قد أفشل المخططة الأمريكية الرامي إلى إبعاد الدولة السورية عن المعابر الحدودية الرسمية. إقليميا تحقق المدينة هدفا يطيح إعادة تواصل أركان محور المقاومة. وتشكل أيضا عقدة برية للوصول من دمشق إلى طهران وموسكو. تفقد قائد فيلق القدس لواء قاسم سليماني محاور المقاومة في مدينة البوكمال. وأكدت حركة النجبة أحد فصائل المقاومة العراقية أن اللواء سليماني اطلع خلال زيارته المفاجئة على أحدث التطورات الميدانية والمخططات المستقبلية للمقاومة فيما يخص التحرير الكامل لهذه المنطقة الحدودية مع العراق. حررت القوات العراقية بالتعاون مع الحجد الشعبي 13 قرية في مناطق الجزيرة وأعالي الفرات خلال الأيام الماضية. في موازة ذلك أكد قائم مكان راوة حدوث هرب جماعي لعناصر تنظيم داعش من المدينة باتجاه الحدود السورية. ودع المدنيين في راوة إلى التعاون مع القوات الأمنية عند وصولها. أنات أثيوبيا وخلف السودان تحفظهما عن تقرير مبدئي. أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا. وتخشى القاهرة يؤثر في حصتها من مياه نهر النيل ما دفع الأخيرة إلى التحذير من إجراءاتين ستتخذها ردا على هذه الخطوة. حسن يوسف القاهرة تعلن بما لا يحمل التأويل أن الأمن المائي من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري. ومجلس الوزراء يؤكد أنه يتابع الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع الوضع المستجد على الصعود كافة. فعندما ترفض إثيوبيا دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي التي توضح نعكاسات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل ويسارع السودان إلى تبني الموقف نفسه. لا يمكن للقاهرة التهاون مع وضع مستجد يهدد أمنها القومي. بعيدا عن إثيوبيا لافت في الأمر أن السودان لم يجري دراسة فنية رسمية حيث يرفض رأيا قدمه مكتبان فرنسيان. سبق أن تفاهمت الدول الثلاث على تسميتهما فمن الذي تخفيه الخرطوم. قد يذهب البعض إلى رهان الحكومة السودانية على حصة من عائدات سد النهضة لا سيما الكهربائية منها لكن لا شيء مضمونا في هذا الإطار. آخرون يذهبون في التحليل إلى سياق آخر ودائرة أخرى من المصالح. فالسودان شارك بقوات عسكرية في الحملة السعودية على اليمن. أدت إلى إنهاء عقوبات واشنطن. معطيات توضح توجه الخرطوم الجديد. الخطوة الأمريكية أتاحت للرياض إرسال وفد سعودي كبير استطلع نهاية الشهر الماضي الفرص الاستثمارية في السودان. وجرى الحديث حين ذاك عن تعزيز الاستثمارات السعودية المقدرة حاليا بـ 26 مليار دولار. وتعلق الخرطوم آمالا عريضة على استثمارات إضافية. لسيما في الزراعة والقطاع الغذائي بما يتماشى مع رؤية 2030. تقاطع المصالح ربما يتجلى في زيارة قام بها مستشار العاهلة السعودي أحمد الخطيب نهاية العام الماضي إلى سد النهضة وحديثه عن مشاركة استثمارية سعودية محتملة. عمليا يصعب فك قضية سد النهضة وقبلها تجميد اتفاقية تزويد القاهرة بالمشتقات النفطية السعودية عن مسار سياسي طويل من العلاقات بين البلدين العربيين السعودية ومصر. معنا من العاصمة المصرية القاهرة مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وحوض النيل الدكتور هاني رسلان. مرحبا بكم دكتور رسلان. يبدو الموقف من الخرطوم لافت بما له علاقة برفض هذا التقرير الاستشاري من المكتب الفرنسي. هل لديكم تفسير لذلك؟ ما الذي دفع الخرطوم لاتخاذ مثل هكذا موقف؟ في الحقيقة هذا لم يكن التقرير الاستشاري ولكنه تقرير استهلالي بمعنى أنه يحدد المنهج الذي سوف يتبع المكتب الاستشاري في إقراء الدراسات المطلوبة للمكلب بها من قبل الدول السلس. مصر قبلت التقرير السودان وأسيوبيا أراد إدخال بعض التعديلات الأمر الذي رفضته مصر بطبيعة الحال. الموقف السوداني المؤيد للموقف الأسيوبي هو في الحقيقة موقف يعبر عن توقف سياسي. لأن السد النهضة بالنسبة للسودان له فوائد وله أضرار. وكان هناك قدل كبير بين المختصين في هذا الأمر. ولكن تم تسييد وجهة النظر التي تقول بأن السد كله فوائد. وتم تعبئة الرأي العام السوداني خلف هذه المقولات. نناحز مؤخرا أنه في قاعة الاجتماعات السودان دائما ما ينسق مع أسيوبيا وينحاز إليها. وهذا ما أعلنته مصر بشكل صريح في بيان وزير الرأي الأخير. على مستوى آخر السودان طور علاقته مع أسيوبيا مؤخرا إلى تحالف أمني عسكري استراتيجي اقتصادي. وقال الرئيس البشير أن أي تهديد لأمن أسيوبيا هو تهديد لأمن السودان. الأمر الذي يسير التساؤل عن الأهداف النهائية للنظام السوداني من هذا الإنحيات. أي الأهداف التي تتحدث عنها. وما الذي سنراه مسار الاتفاق على أن يكون هناك مكتبان استشاريان فرنسيان توقف مع رفض أديس أبابا والخرطوم للتقرير المبدئي الذي قدم؟ نعم الآن المكتب الاستشاري غير قادر على المضي قدما في الدراسة لغياب الاتفاق بين الأطراف السلاسة. لكن إذا أردنا أن نتبين الأهداف السودانية علينا أن نقول أولا أن أسيوبيا تهدف إلى إحداث نوع من التحكم المنفرد في مياه النيل الأزرق. الذي هو الشريان الرئيسي بالنسبة لمصر. دون أن يكون على عاتق الطرف الأسيوبي أي التزام قانوني من أي نوع. وأسيوبيا تعتبر أنها حرة كما تشاء. وأنها تمارس سيادتها. وأن هذه المياه هي ملك خاص لها. وهذا مخالف لكل قواعد القانون الدولي في أي مكان. السودان يؤيد هذا الموقف رغم مخالفته لقواعد القانون الدولي. وما يترتب على ذلك في المستقبل أنه سوف يكون هناك تحكم من الطرف الأسيوبي. حينما يأتي فيضان شحيح أو منخفض. ستكون مصر تحت رحمة الطرف الأسيوبي. السودان باعتباره أن دولة ممر سوف يستوفي حصته أولا. وبعد ذلك النقص كله يأتي على مصر. إذن الهدف هو حصار مصر والضغط عليها عبر ورقة المياه. التي سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر. لأن كل خمسة مليار متر مكعب. تحدث الآن عن ضغوط. يتم استخدام ورقة المياه من ضمنها على القاهرة. ما المطلوب من القاهرة طالما تعطي هذه الخلفات السياسية؟ وما الذي تملكه القاهرة من أوراق ضغط أو خيارات للتعامل؟ مع مثل هكذا سيداريو طالما هي تعضع المياه في صلب أمنها القومي. مصر على لسان الرئيس السيسي حينما قام بزيارة أسيوبيا. وألقى خطابا طويلا أمام البرلمان الأسيوبي. قال أن هناك طريقين للحل لهذه الأزمة. إما الصراع وإما التعاون. وأكد بأن مصر قد اختارت التعاون. لأن إذا نظرنا إلى دول السلاس مصر والسودان وأسيوبيا. عدد السكان حوالي 250 مليون شخص. وسوف يتزايد بمعدلات سريعة في الوقت القريب. الدخول إلى صراع مفتوح سوف يكون مكلفا. ولن يكون في مصلحة أي من الأطراف. فبالتالي مصر رمض بسقة كبيرة في مسار التعاون. سعت إلى بناء السقة. أبدأت خضر كبير من المرونة. اعتمدت مبدأ التشارك في التنمية واقتسام المصالح. ولكن من الواضح أن الطرف الأسيوبي ومن خلفه السوداني أيضا. لم يكن في هذا الوارد على الإطلاق. بالتالي مصر الآن أعلنت في بيان مجلس الوزراء الأخير. أنها ما زالت حريصة على استكمال المصار الفني. وليكن ذلك عبر تدخل سياسي. هناك لقاء في ديسمبر القادم بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأسيوبي. وأعلنت أيضا أنها سوف تبدأ في تحركات دبلوماسية وسياسية. وأيضا قانونية لشرح قضياتها للمجتمعين الإقليمي والدولي. وإظهار نقاط الخلافة من المسؤول عن التعصر في المفاوضات. الدكتور هاني رسلان المستشار مركز الأهراب للدراسات الاستراتيجية والخبير في شؤون السودان وحوض النيل. كنت معنا من العاصمة المصرية. شكرا جزيلا لك. أهلا بكم جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من الشأن اليمني. حيث دعا رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة دعوا إلى رفع الحصار عن اليمن حتى لا يكون مليونين ومئتاء ألف مواطن عرضة للموت جوعا. وحذروا من أن مليون طفل يعانون من خطر الإصابة بالدفتارية بسبب منع دخول اللقاحات. كذلك حذر مكتب شؤون تنسيق المعونات الإنسانية من فقدان المواد الطبية والوقود واللقاحات نتيجة الحصار. وأكد أن عدد المشتبه في إصابتهم بالكوليرا بلغ تسعمائة وخمسة وعشرين ألفا. فيما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى ألفين ومئتين. أعلت منظمة سام للحقوق والحريات في جونيف عن سقوط نحو سبعمائة وثمانية وثلاثين قتيلا بينهم مئة طفل بغارات للتحالف السعودي على اليمن منذ بداية العام الحالي. المنظمة أشارت إلى أن الغارات تركزت على صعدة وتعز والحديدة وصنعاء خلال الأشهر الماضية. فالندا مركز أبحاث أمريكي مختص بشؤون العسكرية. بيانات الشركة المصنعة لنظام الباتريوت. ومزعيمها بدقة إصابة الباتريوت للصواريخ الباليستية اليمنية في الأراضي السعودية. المركز أكد أن معدل اعتراض الباتريوت للصواريخ الباليستية بنجاح لا يتعدى بطعة صواريخ في الأجواء السعودية أو اليمنية. مريم عثمان. أهلا بكم. مبالغ فيها هي الادعاءات السعودية بفعالية قوات الدفاع الجوي السعودي أو الباتريوت في اعتراض الصواريخ اليمنية. هذا ما أكده مركز أبحاث أمريكي متخصص في الشؤون العسكرية. مركز الأبحاث الأمريكي كذب بيانات شركة ريثيون المصنعة لنظام الدفاع الصاروخي الباتريوت. ومزعيمها بشأن دقة إصابة الباتريوت للصواريخ الباليستية اليمنية في الأراضي السعودية. شركة ريثيون كانت أكدت في بياناتها بحسب صحيفة هاء راتس الإسرائيلية. اعتراض أربعين صاروخا يمنيا منذ بدء الحرب السعودية على اليمن. وهو عدد مبالغ فيه بحسب المركز الأمريكي. البيانات الصادرة عن الجانب اليمني أشرت إلى إطلاق ثلاثة وتسعين صاروخا باليستيا فقط. فيما تؤكد شركة لوكهيد الأمريكية لتصنيع الطائرات والتي تربطها علاقة شراكة وطيدة مع المملكة العربية السعودية. اعتراض أكثر من مئة صاروخ باليستيا تكتكيا من الأراضي اليمنية. والتناقض هنا في أن عدد الصواريخ المعترضة يفوق عدد الصواريخ اليمنية التي أطلقت من الأساس. وفي سياق المبالغة في دقة إصابة نظام الباتريوت السعودي للصواريخ اليمنية. نقلت صحيفة ديفانس نيوز عن خبير في مجال الدفاع الصاروخي إيريكي أليسون. أن الصواريخ اليمنية التي استهدفت السعودية والإمارات. يقترب عددها مجتمعة من مئة وخمسين صاروخا. استنادا إلى عدد محاولات اعتراضها من قبل النظام الدفاعي. مشيرة إلى أن معدل اعتراض الباتريوت للصواريخ الباليستية بنجاح لا يتعدى بضعة صواريخ في الأجواء السعودية أو اليمنية. كان آخرها في شهر حزيران يونيو عام 2016. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام أنه يجري التحضير لملتقى الوطني ليبي في شباط فبراير المقبل. وشدد في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي على وجوب مشاركة جميع الأطراف الليبية من أجل الخروج بميثاق وطني. بعثة دعم ليبيا ماضية في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي في شباط فبراير عام 2018. إننا ندرس إمكانية عقده داخل ليبيا ونرحب بالمساعدات الليبية المطروحة التي قدمت لنا. سلام شدد على ضرورة بقاء الاتفاق السياسي الليبي متماسكا إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية. ولفتا إلى أن ليبيا تواجه خططا متناحرة تؤثر سلبا عليها وعلى دول الجوار. لضمان الاستعدادات تعمل هيئة الانتخابات الوطنية العليا على وضع قيد انتخابي محدث قبل نهاية العام. وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ العام 2014. والمجتمع الدولي مستعد لدعم العملية. أعلن رئيس زمبابوي روبرت مقابي رفضه طلب الجيش التنحي عن الرئاسة. هذا ودع رئيس الاتحاد الأفريقي الجيش في زمبابوي إلى وقف أعماله واحترام النظام الدستوري. رئيس جنوب أفريقيا جاغوب زوما أعلن أن مقابي بخير رغم كونه رهن الإقامة الجبرية في منزله. آمل أن لا تتحرك قوات الجيش وتسبب المزيد من الأضرار وأن احترم دستور زمبابوي وشعبها. حتى لا يتطور هذا الوضع أكثر مما هو عليه. خاصة أننا على اتصال بهم. ولا سيما الرئيس. ويحدون الأمل بأن يتم السيطرة على الأوضاع حتى يعود السلام والاستقرار إلى زمبابوي. في فلسطين المحتلة احتفالات اللد بالقديس مارجيريس تتحول إلى ساحة احتجاج على صفقات بيع الأوقاف المسيحية الفلسطينية. هنا محميد. هو عيد مارجيريس أو خضر اللد. يحتفل الفلسطينيون بالقديس الذي ولد في اللد ودفنت أشلاؤه فيها. بعد أن قتله الرومان بحسب الروايات الدينية المتناقلة. لأنه أبى إلا أن يحافظ على مسيحيته. البطريارك الأرثوذكسي ثيوفيلوس ترأس الاحتفال الكنسي. احتفال سرعان ما طغت عليه أصوات تطالب بعزل البطرياركي وتنعته باللص. أكثر من هالسافر فأخذر من الكريس. هذا إحنا نولدنا هنا. إحنا جايين نصلي وبنفس الساعة نحتاج أنه البطريارك دنس الكنيسة. هذا صارك مش لازم يقعد على الكرسي. هذا كرسي نقي وطاهر. في العادة تزدان باحة الكنيسة في اللد القديمة بألاف المصلين والمحتفلين بالعيد. أما هذا العام فقد غلب على المشهد قرار مقاطعة البطريارك وإلغاء المظاهر الاحتفالية إضافة إلى الاحتجاج على تورطه وتورط المجمع الكنسي من حوله بصفقات بيع الأوقاف المسيحية الفلسطينية. الصفقات التي كشفت مؤخرا هي 41 صفقة. أذكر لك منها ملخصا الصفقات الكبيرة اللي هي ضوار الساعة بيافة اللي هي 700 دنم في كسارية أرض الرملة. عندك رحافية بالأودس. الأرض بطبرية. البطريارك اليوناني هو بعناء عمله ونهجه هو صهي يوناني. ارحل ارحل يا جادان. شعار عزل البطريارك الذي يرفعه الفلسطينيون يتطلب تحقيقه ضغوطا سياسية كبيرة. وقد يبدو للبعض بعيد المنال. لكن الحرات الشعبية يجني ثماره بترسيخ الوعي الوطني لدى الشارع. كما يؤكد معارض البطريارك. تتصاعد في الأشهر الأخيرة وطيرة الاحتجاجات الفلسطينية ضد سياسة البطريارك اليوناني بشكل لافت. ومن المتوقع أن تشتد حددها أكثر خلال أعياد الميلاد المجيدة. هنا محميد مدينة الليد الميادين. بهذا نصل إلى ختام السابع. نذكركم بعناوينها. رئيس الأركان الإسرائيلي لموقع إلاف السعودية. الرياض لم تكن يوما عدوة لنا. لم تقاتلنا ولم نقاتلها. ولدينا مصالح مشتركة ضد إيران. عون يؤكد أن الحريري يصل السبت إلى باريس قبل عودته إلى بيروت لبطي الاستقالة. وباسيل يحذر من تداعيات أي اعتداء على لبنان. وزير الخارجي السعودي يعلن التشاور مع حلفاء الرياض حول آليات سيتم استخدامها ضد حزب الله. اللواء قاسم سليمان يزور محاور المقاومة في البوكمال. ويطلع على سير العمليات في المدينة. الأمم المتحدة تحذر أكثر من مليوني يمني عرضا للموت جوعا إذا تواصل الحصار على اليمن. السودان وأثيوبيا يرفضان تقريرا فرنسيا عن انعكاسات سد النهضة على حصة مصر. والطاهرة تعتبر مياه النيل في صلب أمنها القومي. دائما للمزيد من الأخبار والتقاري. إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين. تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين.net. إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية. وصفحات الميادين على مواقع التواصل الفتماعي. نشر جديد أيضا على رأس الساعة. وهذه المرة مع الزميلة مايا رزق. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة